اشتركوا في القضاء مش بس كده هو حابب ان هو يوكل كمان رسالة يا جماعة طرب ايه اللي احنا بنتخانق عليها الكفن من غير جيوب اما معي عم ناصر هنتكلم معي ونعرف ايه المشكلة اللي حصلت معي بالزبط و ايه النزاع و ايه كان رد القضاء ايه مساء الخير مساء الخير ازاك يا عم ناصر الله يسلامك ايه عرفني بنفسك اه ناصر حلمي احمد عبد المينة معيد البجور محافظة المنوفية ايه اللي حصل معاك يا عم ناصر ايه اللي حصل احنا بقىنا تاتة واربعين سنة بنتشن كما قبر البجور مع ستة عيلات واخر دفنة كان لنا قبل ظهور النزاع كان من اثنين وعشرين سنة بنت اخوية ومن تاتة واربعين سنة اختي ومن اربعين سنة والدي ومن اثنين وعشرين سنة بنت اخوية ولما ظهر النزاع والدتي توفت يعني احنا بقىنا عشرين سنة ما كناش بنتشن النزاع ظهر من وفاة امي بخمسة وعشرين يناير اثنين وعشرية اه اللي مسك الورق واللي مع المخاطر بتاع المقابل اه ما كانش اه عيد ماتشن قال لي لا انت مش موجودش في الورق مش هاريف ايه ولا هيكبر جواية المهم دفنة فقال لي انت مراكش دافنا عندي بعد كده ومطرح مطروح اه اعمل احنا دفنة هو الشخص اللي مسؤول عن الترب اعترف ان احنا دفنة وقال لي انا دفن لك اهلك صدع لكل اذا انت دفنة اهلك صدع عم ناصر معلش هل انت معيك ورق يثبت ان الترب دي بتاعتك انت قلت لا يبقى الراجل اللي مسؤول عن الترب هو مالوش زن لان فيه عائلات او اسم عائلة مكتوب على الترب دي فهل حضرتك معيك ما يثبت ان هذه الترب تخصك الغرفتنا مثلا ان احنا ما كنا نكون موجودين في البلد لان انا الاول كنت سافر اخويا كان بيسفر برضو ان اخويا كان مدير في المالوي العرب فشغله تبرط مواشع وانا برضو كنت بتنقل برضو فزايد ان احنا ما عندناش حالات وفاية بقى حالة عبدالله احنا نوطبر كل بنيتين تبقى انا اسر احنا بنيتين تبقى احنا مش متبقية احنا مش متبقية انك انت برضو معكش ورق يثبت ان ده حقك فدوت خلا ان يبقى فيه مطمع من الاخرين ان هما ياخدوا حقك في الترب ولكن انت مستسلمتش ولجأت للقضاء وايه اللي حصل هو فيه حد سخن الباقي سخن باقي العائلات شخص معين ومش هذكر اسامي برضو وان شاء الله بامر الله هكون حقك منهم كله انهم يحرموني من انا واسرتي او انا وعيلتي من الدفن ماشي ايه وده مش من حقهم لان احنا نوطبر اساس الدفن في المقابر دي من زمام من خمسة وربعين سنة اللي بيتكلموا ده ولد طمره فداد انتو جاين تتكلموا في ايه وعدين تتكلموا فاخدوها بقى فردة صدر وغوت غاجئ للمحكمة لما طلبوا مني فلوس جامدة شخصو ده طلب صلوس مني جامدة انا عربت مبالغ ان كلت لو ولدوا اضبطوا الصورة واحنا ما كناش دافعنا شوفوا جاي عليا ايه وفلو انا معاكم فقط عشر تلاف جنيه فعت لي فسالة مع شخص معين ماشي قال لي هو بيقولك لو هتيتش عمية الف جنيه مش هتخليك تتشن بغضه انت بالذات مش هتيتش طب ليه يعني هل في عداء ما بينكم بينه في مشاكل والله يا فندم انا ما اعرف يعني انا الراجل داي ناس كتير اعرفها كبس ده انا اللي فجيت وقال لي انا دفن لك اهلك يعني هو عقرف هو عقار ماشي ان هو دافل اهلك بس قال لي صدق وما انت حتخليك تتشن بغضاني وكل اهم صدق صدق بس نكمل الدفن يعني عدد مصير مش كثير خذها على ايه يعني ممكن يكون عايز يسويبني عايز يبتزاني مش عارف ايه حاجات ده كده قالك ده ناصر قطوله هفية من الاخر يعني كميني قطولي او بتحرق قطولي مرددش ادخل مساجدي مرددش ادخل معاتلي حاجات من دي ابتكر ان انا مثلا هفية ما اعرفش ان انا قوي بربنا سبحانه وتعالى وبقضاء مصر العادم فانت لجعت للقضاء يا عم ناصر و بعدين ايه اللي حصل معاك؟ والله اذا جعت للقضاء وضى حوالي 13 واحد شهده شهادة باطلة ان اهلي مش متخونين في المقابر وقف غلطة بس من ضمن الغلطات انهم اكرروا ان والدتي متخونة ودفنوا عشان خطر انها من قالت عبد الله فبنتو يا جماعة طب ليه اروح هلف عليهم واحد واحد كده مره متاخد شرقات بني واحد وعشرين شرق يقولولي يروح للشخص ده بس كانت نديكة القضية هي يقولولي ملاكش دعوا بربنا ملاكش دعوا بربنا ربنا اللي هيحسبنا انت مالك الكلام ده مش هنقوله في المحكمة انما هنقوله برده بس ما انتش هسيتش وكله تحالة قالولي اتصرف مع الشخص ده الشخص ده كسر عينهم بايه؟ فيه ما بينهم ما بينهم ايه؟ الله اعلم دي مش قصتنا يا عم ناصر كلمته ايه تمام هي اللي ماشي عليهم كلهم وحيتة ان تلاتاشر واحد يشهدوا ضد شهادة خطلة وزور يعني الحمد لله ربنا نصفنا عليهم والفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم قضاء مصر ثم الاستاذ ايمان الشريف الله يباريكم وعلى فكرة انا في بداية مين الاستاذ ايمان الشريف؟ الاستاذ ايمان الشريف عين المكتب بتاعه في الشرع محامي محامي مكتبه وقدم لقوار كمان كنت بتقول ان فيه رسالة حابب ان انت يعني تقولها يعني معلش الناس اولن الناس بتتخانع المقابر ليه؟ دي مش اول مشكلة في البغور طب انا عرف تزبط حق دي مش اول مشكلة في البغور بسبب المقابر الناس بتتخانع المقابر ليه؟ هما ناسين اللي ممكن في molto كلنا نبات نسوا الكورونا نسوا الفيروسات اللي هتيجي تانى بعد كدة وكل ده حيديد الناس ديا دي بقى انت بتتخانع ممكن يجي لها الصيروس تموت استفدت ايه بالخناف عسطرور من ربنا فايف؟ يجد امنتها بعض. ونحاول نحلها فاضي على الحدود. انا حبيه دعو رحل سلمي. طلبت نعمل اعداد كبيرة. طلبت نعمل اعداد عرب زي ما اللي بتتأمل. وقلت زي ما يحكمه. انهاكموا علي بعدم الدفع انا موافق. برض يقول. لان الاعداد هتحكم لي برضو. ماشي الاعداد هتحكم لي. حصل تلعب كتير في المحاضر وفي اتنين المحاميين بانوا العونة في الاول. منهم واحد يعتبر آآ ااا عادين اريب. عادين اريب الشخص ده. طب انت رايح ترفع قضية عند حد يعني اريب له. لما سبت تلعب في المحاضر في الأول ومع شخص دخل معي الله يباريك له! الله يباريك له! الله يباريك له! ده اللي ده ما قول اسمه! راجل ابن راجل! وارجل واحد شافته عنه في البغور لأنه دخل معي الرئيس النيابي وقال الكلام يا باشا اللي مكتوب على الإنسان ده أنا مرتوش! ودخل معي لقاضل إجراءات لقاضل مستعجر! اللي هو اللي كسبنا القضية الله يباريك له راخر! سادت القاضل! ندي حقيها ما يضيعش! ندي تشكر! المحامي معني من هنا! لأن كانت القضية دي خلصانة من بداية المحضر! بسبب التلاعب في الأقواء! من البداية! الحمد لله! من أغرب المشاكل اللي ممكن أن أنا أشوفها أو أواجهها أني نايس بتتخنق على الترب! أما الترب تتخنق عليها! يعني ايه داني مستنيين! يعني بجد حاجة مؤسفة! حاجة مؤسفة! يعني ايه أعظم من الموت عذا! عشان خاطر إن إحنا نتعلم أو نتعز به! أنا من مكاني ده! أنا أشكر القضاء المصري! أحب أشكرك إن إنت خدت إتجاه القضاء! أو إتجاه القانوني! الشقة القانونية! إن إنت تاخد حقك! أنا بشكرك على ده! إن شاء الله! الحمد لله إن إنت جبت حقك! وأتمنى إن شاء الله إنك إنت تبقى منصور دايماً ودايماً في الحق! يعني أنا الهدف بتاعي من اللي بعرض الكلام ده كله! أنا في حاجة عند أنبه الناس كلها ليها! ومنصور عليه السلام قال! الساكت عن الحق بيكون الأخرى! أي واحد روحى! شكراً لكل متابعينا في كل مكان! كنا معيكم من محافظة المنفيف!